أرحب بضيفي النهاردة سعيد علي بشرفني في السادسة في اليوم الحلو ده بسأخير سعيد أهلا بيك أستاذ أحمد وتحياتي لحضرتك ولكل جمهور الأهلي من اليوم مبروك وإن شاء الله مكملين للنهائي الحاجات اللي أنا لحظتها من قبل المطش يعني الردود الأفعال بتاعت الجماهير على السوشيال ميديا وبعد المطش أنه المباراة دي وحدت جماهير الكرة في مصر بمختلف انتماءاتها حتى اللي فيه بينهم وبين الأهلي شد وجذب حتى اللي فيه بيننا وبينهم منافسة كلهم كانوا وقفين ورى النادي الأهلي صحيح ربما ده ليه علاقة بالاستفزازات اللي خرجت قبل المباراة واللي كان فيها تقليل من كيان هو الأكبر في الشرق الأوسط هو الأكبر في أفريقيا فكان الرد قوي وأكبر كل المتطولين إذا اعتبرنا كلامهم أو أراءهم فيها بعض التطول لكن في النهاية نادر أهلي عاد الجميع إلى الصياق الطبيعي عاد الجميع متنقضين أحرجهم عراءهم قدام المجتمع قدام الجمهور وقدام الرأي العام فبالتالي ده يمكن زي ما أنت قلت وحد الجمهور المصري بشكل عام إن في النهاية نادر أهلي كان بيعبر عن هوية القرى المصرية وعن اسم القرى المصرية هي ذي الحالة الطبيعية لا مش الطبيعية خلينا خلينا أنا تربيت كده والغاية دلوقتي مش على تراجد تقصر الطبيعة البشرية من المفترض أو الطبيعة المصرية مفترة طبقا يعني دي الحالة الطبيعية المفروض تكون في كل الأوقات بصرف النظر على أنه فيه استفزازات أو فيه خروجه عن نص من عدمه أي فريق بيلعب بره مصر مع حد غير مصري طبيعي جدا أنه كل المصريين يسندولي أنه في النهاية هو آه بيلعب بإسمه وألوان النادي بتاعه ولكنه في النهاية فيه بين قصين كده المصري هي نظره مسهلية شوية بس النظر دي كتسايدة على فكرة كتهاي القاعدة في مصر الاسنين طويلة جدا يمكننا أن نتربعنا كجيل جديد مع السوشال ميديا بقى فيه ترند جديد لأ أنا عايز أقولك أن صديق زمالكوي في السعودية بيتكلمني قبل الماتش مبارح بيقول لي هو رايح بيشجع الاتحاد فهو رايح هو بيقول لي هو ليجو مرور الاتحاد خايف يعني أنا رايح واثق أن الأهلي الفترة الأخيرة وحش فهو أنت شايف أن الأهلي قادر يعمل حاجة فعلا فبدأ يخاف من رد فعل الجمهور السعودية قبل المباراة أن فعلا الناس خايفة وفي زمال كوية كانوا حاضرين برح أنا شفت ألوان الزمالك في مدرجات الأهلي أكيد هي الحالة موجودة في كل مكان في العالم أن جمهور البلد بيشجع خصم آخر موجودة موجودة جمهور الانتر بيشجع ضد ميدان موجودة في منشستر جمهور في كتول الوقت فهي حتى بيتلاقيها موجودة لأن في النهاية تبقى كرة تطدم لكن من المفترض الطبيعي نحن ما يتعلق الأمر ببلد ينافس اسم بعبر عن دولتك وشعبك أنا بيتهيالي مباراة الفوزة كمان حتى مش بس فرح المصريين فرح الأفارقة الكلام اللي تقال كتير في الفترة الأخيرة عن المقارنات بين الدوري كدوري أو البطولة كبطولة والدوريات الأفريقية القيمة التسويقية للعابين اللي بيلعبوا في الدوري السعودي بالقيمة التسويقية لأكبر لعندية الأفريقية وده حقيقي فيه فجوة على مستوى الأرقام والإمكانيات والاقتصاديات تحت كرة القدم آه في فجوة كبيرة جدا لك أن تعلم أنه انتقالات الاتحاد السعودي انتقالات الاتحاد السعودي بس بيعين ب750 ألف يورو وشارين بـ 121 مليون يورو يعني خزنة الاتحاد بس 120 مليون يورو ده رقم كبير جدا بالنسبة لكرة في أفريقيا يكفي أن أنا أقولك أنه الأول والتاني في أفريقيا الأهلي وساندونز على التوالي أعتقد 60 مليون يورو ل2 لكن كرة القدم الرهان فيها أبدا مش ممكن يكون على الأسماء ولا على النجومية ولا على الأسعار اللاعبين الرهان فيها على الشخصية الرهان فيها على العقلية ورهان فيها لما نتكلم عن مصر كمان على الجينات اللي بتظهر وقت الشدة أكيد أكيد وحتى لما نتكلم عن البعد المالي فالرهان على التخطيط الجيد وليس الكيدي يعني فيه انفاق قيدي بيحصل فيه ناس بتشتغل بشكل ارتجالي شكل عشوائي يعني لما تشوف واحدة من أهم مشاكل اتحاب جدا اللي مشي بسببها سانتو انه ما كانش شايف ان فيه داعي للتعاقد مع كريم بن زيمة بالأساس وانت تمتلك حمد الله هداف البطولة كان أولى توظيف هذا الانفاق في أماخ أخرى فده الحديث عن توجيه الانفاق والتخطيط الجيد بالتأكيد كل الناس كانت سعيدة لانها شايفة رغم الفجوة الكبيرة والبعيدة ما بين انفاق لا محدود وميزانيات مفتوحة وما بين امكانيات أقل بكتير جدا جدا مازال العنصر البشري قادر على صناعة الفارق مازال هناك عوامل أخرى غير المال قادرة على انها تحطك في القمة وتخليك منافس قوي فبتأكيد ده أسعد كل الناس اللي بتعيش نفس الحالة وهي رسالة للناس في المجتمعات تانية ان الكورة لا تقاص بالمال بس ولا تقاص بالأسماء والجمهارية والنجومية وربما تدفع لبعض الاعادة النظر وخلينا أقول لك معلومة أمتلكها شخصيا مش أقول لها تفصيلا لكن الاتحاد جدا بدأ من دلوقتي يدور على مدير فني بديل لجياردو بدأ بالفعل وتواصل مع مدرب بالأمس بس خلينا ما نقولش دلوقتي خالص فبالفعل ربما مدرب من أوروبا طيب مش هزي معرفة الاسم من نادي كبير حالين مش في أوروبا حالين مش في أوروبا خلينا نتكلم بعدين بقى بعد الهواء الصدمة الصدمة الكبيرة اللي حصلت من النادي الأهلي لأن المباراة ما كانتش مجرد مكسب بس لا أنت عزلت اتحاد جدا غيبته غيبته تماما ما كانش موجود بالمرة أشعرت معظم نجوم بالعجز يعني أنت في لحظات من المباراة تشايف كريم بن زيمة بيتجول في الملعب اللي هو هتخلصه إمتى عايزين روح فإنك تصل بمجموعة من هذه النجوم إلى حالة التعجيز اللي شفناها فده معنا أن أنت عملت شغل عظيم جدا ومن هنا يحسب للكولر يا سعيد يعني تهلي رغم أنه كان فيه مش عايز أقول تطاول لكن خلينا نقول حدة في الانتقاد كان فيه تطرف كان فيه هجمة كبيرة جدا على مرسل كولر في الفترة الأخيرة أعتقد أنه كولر مبارح بإرايته السيناريو المطش إرايته ومذاكرته للتفاصيل الخاصة بالتحاد جدا اختياره للتشكيل والطريقة والتاكتك المناسب لمواجهة الفريق العرض الكبير اللي أقدمه الأهلي فين في السعودية على ملعب الاتحاد في وسط جمهوره أعتقد رد عملي على كل الانتقادات اللي وجدت لكولر في الفترة الأخيرة صحيح أنا يمكن شفت فيه تطرف فيه نقد كولر قبل كأس العالم العندية ومع التعصرات الأخيرة فيه دوري عبطال أفريقيا لكن أنا يمكن لمست ورصبت أن الأهلي رايح يكسب من بدر قوي وأن الأعداد الفني والزهني من كولر لللاعبين كان جيد لما شفت محمد الشناوي قائد نادي الأهلي بيصرح في المؤتمر الصحفي أننا جايين هنا علشان نحقق إنجاز أكبر من الإنجازات إذن هو هنا بيتجاوز مباراة التحاد الجد بيقول إحنا خلاص إحنا مخلصين إحنا رايحين لمنطقة تانية فكانت رسالة مهمة قوي بتقول المعسكر في الأهلي بيحضر إزاي بتقول للمنافس بتنقل الشكوك من عندي عندك فكان ده واضح جدا إن الأهلي جاهز نفسيا ومعنويا وفاهم ورايح يعمل إيه وزي ما بيقول جوزي مورينيو دايما إن المباراة بتبتدي في المؤتمر الصحفي وتنتهي في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراة فالأهلي بدأ المباراة بدري قوي فدي قديتني أنا شخصيا إشارة إن الأهلي هيعمل حاجة ويمكن أنا كنت مطمئن إن كولر رائع جدا في قراءة الموجهات الصعبة ليه كولر رائع جدا في قراءة الموجهات الصعبة لأن لما تتاح عنده مادة فهو محلل عظيم جدا هو وفريق تحليل أنا معرفهمش بالمناسبة لكن يبدو إنهم ناس بتشتغل بعمق بتبذل جهد كبير جدا بيعرفوا يحللوا المنافس كويس جدا شفنا إنبارح الراجل فاجئنا بأحمد نبيل كوكا كلنا اعتراضنا أنا شخصيا قلت إزاي يعني هو ديانج سيء في المجردات الأخيرة عشان مش عارف يؤدي الأدوار الهجومية لكن النهاردة يومه عشان إحنا بنواجه طفان فمهم إن إحنا ندافع فنفاجأ إن فكرة الراجل بتقوم إن كوكا هو اللي هيفسد كل شيء كوكا هو الرجل اللي هيحرم اتحاد جدا من أن يخرج بالكرة في كرة شالها كوكا من على يمين رومارينيو ما تقلش يعني في التأثير في مجرى الأحداث عن البنالتي اللي صده الشنهوي بالضبط كوكا واحد من نجوم المباراة كوكا كان دوره الأساسي كلما تسلم أو بدأ اتحاد جدا في بناء الهجمة أنت دورك تبقى في ظهر فابينيو طول الوقت وبالتالي أنت شلت الحرقة والمحور الأساسي في الخروج بالكرة كان وجد اتحاد جدا الصحوبة قلت بالك لعيب صغير زي كوكا هو صغير سنة طبعا لكن في الملعب لعيب كبير لكن يعني لعيب زي كوكا مشواره وخبراته مع الأهلي لسه بتبدأ لسه بدايتها الموسم ده فعاليا يعني هو يمكن بدأ وشارك قبل كده في أجزاء من ماتشاط لكن كوكا ولدته في ملاعب كورت القدم بالنسبة للجمهور أو سيقة الجمهور فيه السنة دي مع كولر قبل كده كان ريهيرسل يعني تحضير كنه بيلعب على لعيبة في نص ملعب زي نقوله كانت وفابينيو صحيح دي محتاجة لعيب عنده من تلتي وعنده شخصية وعنده ثقة في قدراته كبيرة جد صحيح هو كوكا محظوظ أنه وسط مجموعة من العناصر اللي يعني بتتمتع بشخصية كبيرة وعقلية احترافية وبالتعديد محمد الشناوي كابت محمد الشناوي نتكلم عنه في وقت تاني لا هو مش فقط تاني دي أنا محتاجة دي كل حد حق يعني أنا لو كلمت على عيبة الأهلي مبارح ما فيش حد ممكن يبقى برا الحسابات من أول الشناوي لغاية كهرباء كلهم عملوا جيمة كبيرة جدا ده زي ما انت قلت في البداية يحسب لكولر القراجين كويس جدا وقدر يوظف كل واحد في أدواره أو الأدوار المناسبة للبطولة وبنسبة كهرباء يعني لأول مرة شوفوا قراب جدا من نص الملعب يعني الكهرباء بازل الجهد الناس ممكن تختصر جهد كهرباء في أنه كان فعليته وأثره كان كبير جدا شارك في الثلاث أهداف فيقاظ ماذا فعليته بدا لكن الدور الأهم بالنسبة لي اللي شوفتوا داخل الملعب لكهرباء أنه طوال الوقت قريب من الدائرة فقريب من كوكا ومروان وإمام عشور بيعمل زيادة على لعبي اتحاد جدة فدايما لعيبة الأهلي زيادة واحد دي صعبت مهمتهم وضيئت المساحات جدا وكان الأهلي من خلال الفكرة دي بيعرف يمارس الضغط بقوة ومجرد ما يعتقد الكورة بيعرف يستعيدها فأعتقد كهرباء بالنسبة لي أنا بشوفه أقدم أفضل مباراة لي خد بالك برضو توظيف كولر في الحتة دي يحسب لي يعني كون كهرباء بيسقط هنا بيخلي بيخلي الاتنين المساكين يقربوا كمان من دائرة الملعب ده بيعمل مساحات كبيرة جدا فراغات شوارع وراء مع السرعات ومع نقل الهجم السريع الأهلي كان خطيئ على فكرة ثلاثة واحد مع الرقفة دي مش مبالحة حقيق لو الأهلي كان فيه حدة فيه ورغبة أكتر فيه كان ممكن تتعمل اسكورة تاريخي يعني كان يقدر يزود فعلا فتوظيف كهرباء كان من الأمر الجيدة أيضا يعني توظيف إمام عشور فكرة إنك تدفع بكوكة في الجهة اليسرى وتغير مركز إمام كانت زكية جدا جدا ويمكن مشوفتش حد اتكلم على تفاصيلتها واحد من أهم نقاط القوة في التحاد جدة زكريا هوساوي الظهير اللي هو يعني بيطير حد خطير جدا 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 بمجرد انتقال إمام عشور للنحية التانية وأنه يهاجم من ناحية اليمين ويتواجد طول الوقت في الناحية اليسرى للتحاد جدة غيب تماما زكريا هوساوي ومنعه من هو يسعد وبالتالي أيضا قدر يحصل على حرية أكبر لما كوكة قرب من مروان ودافع في نص الملعب أكتر شفت إمام لأول مرة بيتقدم بشكل كبير شفت إمام عشور في المناطق قريبة من المرمى هذا اللي بنتكلم عليه دايما إمام لازم يقرب أكتر لما تمتال الجودة عالية لازم تقرب الرجل دال المرمى أكتر فإمام تحرر تقدم حرم المنافس من نقطة قوة كبيرة جدا جدا ثم أسهم بشكل كبير في الإختراق ودخول للمنطقة وصناعة الفرص والتسجيل فكانت مباراة مثالية من مارسور كولر الكل كمان مباراة يعني حتى اللي كان ممكن شوية بعيد أو ما كانش وصل للتوب فورم استعاد بريقه صحيح يعني يعني طبعا الشناوي شناوي حدث والحرك من هنا البكرة الصبح ممكن أتكلم عليه جوه الملعب وبرا الملعب قائد للفريق زي ما عودنا الأهلي دايما أنه يقدم حراس عظام لكن هو مش بس حرس عظيم هو قائد كمان مهم جدا هاني هاني العالمي في حتى تاني خالص معلول جزء كبير جدا من بريقه ورشقته ومرنته قدراته هجوميا ودفاعيا منعم وياسر مروان عطية كوكا وإمام كهرباء والشحات وكل مباراة الحقيقة مروان نجم المجرد كان لافت جدا أن مروان يعني لم يسجل لم يصنع وبالتالي يحصل على أفضل لعبة في المباراة فتجي تبص على الرقام وتكتشف أنه فعلا قدم مباراة كبيرة جدا وأهم رقم مروان هو كم الجاري اللي حصل عشان تغطية المساحات في التلت الأخير من الملعب 11.11 كم الأعلى رجدا أو جاريا في الفريقين بشكل كامل فكان الجهد ده ممكن ما يبانش لنا ما يترجمش لأدوار تشوفها بشكل مباشر لكن تغطية المساحات دي وأنك تديق الأمور قدام كانتي اللي هو لما تكلمنا يا أستاذ أحمد في الحلقة اللي فاتت وقلنا أنه هو بلعب ما بين الخطوط وأنه هو حلقة الوصل ما بين الخط الخلفي والخط الأمامي كان مروان دوره عظيم جدا مع كوكا في أنه يغطي المساحات دي ويغيب كانتي تماما فبالتالي عمل مباراة هيلة أيضا فكرة أنه عمل تمريرات طولية كتير 9 من أصل 12 بينقل بها الأهلي بلامسة واحدة في التلت الثاني عند تاوف أو عند كهربا فكان طول الوقت قادر حتى يسهم فيه الهجوم وتطوير الإداءة الهجومي فأعتقد مروان النسخة الأصلية أيوه وما تحط مقارنة بين مروان عطية ونقوله كانتي تحديدا سيبك من الأهلي وتحديد أنت بتكلم عن نقوله كانتي ده لما كان في لستر ومن بعده في تشلسي ومع منتخب فرنسا بنقوله أنه كأن في الوقتك بتعب زادة واحدة لعيب بيقوم بأدوار اتنين لعيبة في المرحة صحيح فلما تحط مقارنة بين الاتنين أو أكتر لعب بيجري طول الوقت صحيح هو بيضرب بيضرب بيلمسل فيه ثلاث رئيات زي ما بيقوله بالضبط بالضبط طيب عايز أخذك لماتش فلومينانزي تمام أو أقولك اللي لينا واللي علينا وتقولي رأيك في شكل السيناريو المتوقع اللي لينا دفع معنوية وتقلق على المستوى الفردي والجماعي ونتيجة كبيرة جدا على فريق بيضم أسماء هي بالتأكيد أعلى من الأسماء اللي موجودة في فلومينانزي اللي لينا خبرات طويلة جدا من المشاركة في طولة كاس العالم تتكلم على تاسع مشاركة فريق بيشارك لأول مرة في طولة كاس العالم اللي علينا إن احنا هنلعب بعد 48 ساعة مطش مع بطل كوبا ليبرتادورس وإحنا طلعين من معركة أكيد استنزفة جزء من قدراتنا البدنية قدام اتحاد جدة واللي علينا كمان إنه في النهاية مهما كان اسم الفريق وحتى إن كانت أول مشاركة أنت بتقابل بطل كرة لاتينية بطل كوبا ليبرتادورس وبطل البرازيل وبالتالي لازم تديله اعتباره شكل المواجهة يكون عامل إزاي وإزاي كل فريق هاستخدم أوراقه ورأيك في السيناريو المجرارة هاسمعه منك سعيد لكن بعد الفصل أنا يهمني جدا كلام مع سعيد فيما يتعلق بمطش الاثنين مطش السيمي فاينال يبقى في منتهى الموضوعية لا حابين نسهل الأمور قاوي ولا حابين برضو نصعبها قاوي لأنه في حاجات ممكن تشير إنه المباراة في المتناول وأنه الرهان على روح الفانيلا زي ما بنقول على الحالة اللي ظهر بيها لقدام تحاد جدة لو قدرنا نكرارها بعد 48 ساعة ودى تحدي قدام ميستر كولر قادرين إن شاء الله نتجاوز فلومينينزي تعالوا نشوف أخبار فلومينينزي إيه؟ على مستوى التشكيلة هل على مستوى بطل كوبا ليبرتادوريس لكل الاحترام والتأدير أكيد فريق قوي ما وصلش للمرتبة دي لكن يبدو أنه فلومينينزي خاد كوبا ليبرتادوريس بيعاني السنة دي في الدوري البرازيل أكيد هو فيه تراجع بعض الشيء وده يعود لمعدل الأعمار السنية أنت بتكلم عن 10 لعبين فوق 30 سنة 2 منهم 40 سنة وفوق 40 سنة لما تجي تبص على قيمة اللعبين مش هتلاقي غير 3 لعبة متاحين ما بين 20 إلى 25 سنة و2 حراس برضو في نفس السن فأنت بتكلم عن معدل أعمار كبير جدا فالتراجع يعني منطقي جدا لكن لما تجي تكلم عن مدى صعوبة الفريق ده وقدرة الأهل على موجته فأنت إحنا بنشوف أننا قدام فريق بيتمتع باللعب بكرة قدم حديثة بيلعب كرة قيمة على الاستحواز قيمة على الضغط العالي قيمة على الامتاع فريق فعلا بيلعب كرة قويسة جدا جدا بشوف أن التفوق على فريق زي فلومنسي هيتقاتى من فكرة مين قادر يفرض مدرسته أو فلسفته لأن انت قدام فلسفتين مختلفين واحد عايز يجرك اللي هو فرناندو دينيس المدير الفني لنادي سانتوس لفكرة كرة شوارع كرة حواري اللي يتغلب فيها الأمهر الأقصر قدرة على كذب الموقف الفردي ومدرب آخر منظم جدا من يفرض أسلوبه؟ النظام أم الارتجالية وكرة الشوارع هنا اللي هستطيع يفرض أسلوبه في المباراة أعتقد أنه هكون الطرف اللي ليه الملكة وزي ما قلت أنا أصد جدا في قدرة كولر على كراءة التفاصيل ووضع السيناريو الأمثل للتغلب في مباراة زي دي أنا قلت في بداية الحلقة أنه حتى في غياب لعيبة كان لها دور أساسي ودور رئيسي في مشوار الأهلي في كاس العالم قبل كده أو حتى في البطولات القرية الأهلي قدر بتشكيل الكولر أنه يكتزل التحاد حسيت أنا حسيت أو كل جماعين هذه الأهلي حسيت أنه مطصف في منتهى السهولة صحيح يعني إحنا كنا متوقعين المكسب آه وتكلمنا في ده سراً وإعلانية يعني كل الناس الحقيقة كنت بكلم هنكسب 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 بساعتش كان متوقع أنه سكور يبقى تقيل كده ومع الرقفة يعني أنت كسبان تلاتة مع الرقفة وأنه السكور ده مصحوب بأداء كمان على أعلى مستوى صحيح لكن لما بص الفلوميانزي مثلاً في الدوري البرازيلي مركز سابع صحيح كاسل برازيل خرج مدورس 16 خسران من فلمانجو صحيح بنتيجة 2-0 البطولة بتاعة ريو دي جانيرو فاز باللقب فيها بعد ما تغلب على فلمانجو بنتيجة 4-3 وليبرتادوريس طبعاً في آخر نسخ لها هو بطالها بعد ما تغلب على بوكت جونيوس بنتيجة 2-1 وخلينا نقول أنه كان مركز هنا في ليبرتادوريس وكان واضح جداً أن تركيزه حتى لما تدخل عند أرقام التهديفية هتلاقي لعيبته بتسجل بأرقام كبيرة في ليبرتادوريس في حين أنها في الدوري بتسجل بمعدلات أقل جداً فواضح أن المجموعة كانت مركزة الهدف الأساسي هو الكوبة ليبرتادوريس كان الهدف الأساسي عندها وبالتالي مش عايزيننا لو أرقام تغضعنا شوية لأنه فعلاً فريق كويس جداً أنا شفت المحاضرة شفت المحاضرة مش المحاضرة يعني قدت اللبس بتاعتهم قبل ما ينزلوا يلعبوا مع بوكت جونيوس كان فيه كلمة كده الفيليبي مالو بيكلم اللعيبة على أنه بما أنها كنتم تبعيني طبعاً مستنين مين هيتأهل لمواجهة الأحي أو المشاركة مع الأهلي فشفت كلامه على أن دي أول بطولة وأن الجماهير النادي بقالها سنين منتظر البطولة دي فواضح زي ما لما بتكلم أنه الفريق كله تركيزه كان مصب على بطولة الكوبة ليبرتادوريس الزاوية اللي أنت بترصدها أستاذ أحمد هي بتتكلم عن تلاهم المجموعة وماذا تأثير ده في نتائج الفريق لما تتكلم عن مجموعة متربطة بتتعامل بمفهوم العائلة فبالتالي دي بتخلق تجانس أكتر وده أسلوب الفريق قد تلبس على مستوى عائل صحيح وحتى ده منعكس يعني شكل الفريق جوه الملعب الراجل بيعتمد على أي بيعتمد دايماً على ميل عدد الفريق كله بيميل ناحية الكرة يعني أنت كرة ناحية الشمال هتفاجأ بأن فيه سبع لعبين في ممطقة دايئة جداً هو ده أسلوبه بيعمل زحمة طول الوقت تحولون الكرة وقادر يعمل وانتوه كتير مبارات مبارات اتحاد جدة أكيد شافوها يعني أكيد تخرجوا عليها ودرسوها وحللوها ومسكوا الأهلي صحيح بكل تفاصيله صحيح هل تخليهم هل رؤيتهم للمبارات تصعب من المواجهة علينا بما أن هم ممكن إلى حد ما كانوا توقعين أنه التحاد جدة أقرب للمكسب فلاقوا الأهلي بيقدم الشهودة وبيكسب بسكورة العريضة فبالتالي هيتحفزوا بشكل كبير جداً هيرفعوا من حتة الدوافع والناحية المعنوية عندهم ولا تخليهم يفكروا يغيروا من طريقتهم لأنه هيقابلوا فريق بالتأكيد مش من السهل لأنه أشبه كده بكورد برشلونة منشستر سيتي فريق مش سهل في يوم وليلا يقول لك أنا هرجع هلعب بشكل متوازن صعب جداً فهو مضطر أنه يلعب نفس الاسلوب وبالتالي الأهلي هو الفريق الأقصر مرون لو عنده قدرة على أنه يجريك في الاستحواز لو عايز يستحوز عنده قدرة على أنه يلعب على التحولات لو عايز يلعب على التحولات تعرضن قدرة أنه يرجع للخلف ولعب على مرتدات بشكل واضح جداً فمشوف أن الأهلي يمرن أكتر بالدرجة الكافية اللي تخليه يقدر يعدل طريقته حسب يرسل الطريق السيناريو بشوف هو أقوى أقوى لاعب في أو محور محور للفريق هو أندريا لعب الارتكازي اللي هو يجبه رودري مع منشستر سيتي ويجبه بوسكتس إذا قدرنا نحدد رقابة الرجل زي ما قلنا على كانتي في المباراة السابقة وأعتقد أن ده يخليني أقول أن كوكا هيبقى مستمر لأنه أجاد في الدور ده قوي 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 فأنت هتشل كتير من حاجة كوكا بس هو يمكن يعني خرج من المباراة يعني مصاب طبعاً أنا ما عنديش تفاصيل إصابة كوكا وتأثيرها على مدى جاهزيته المطش اللي جاي ولا لأ بس في النهاية عندك من البدائل كتير يعني عندك من البدائل كتير ممكن تلعب نفس الدور أعتقد أعتقد ديانج يقدر يلعب نفس الدور لكن هو أندريا هو لعب 22 سنة وقصت مجموعة كلها خبرات هو اللعب اللي بيحرك كل شيء ويمكن هو اللعب الوحيد اللي بيبقى مش كينو يعني مش سافر كينو في التلت الأخير طبعاً وأرياس في التلت الأخير وكانه جانزو فيه ومارتنيلي كل هذه العناصر في التلت الأخير من الملعب إذا وصلت فهي بتشكل خطر لأنهم مهرة جداً في واحد على واحد بيعرفوا يلعب الوان تو كويس جداً جداً بيعرفوا يتواجدوا بكسافة في منطقة الكرة لكن أنت هدفك الأساسي زي ما عملت مع تحاد جدة أنك تحرمه من الأساس بأن يخرج بالكرة وعشان تحرمه من هو يعمل ده فهو أندريا اللعب اللي عنده 22 سنة اللي هو محور كل شيء اللي بيبقى وهو الوحيد اللي بيتبقى مع عالبين الدفاع في منتصف الملعب أو في المناطق الخلفية والسبع اللعبين اللي ذكرنا أسماءهم بيتقدموا فأنا أعتقد أن أهم شيء وكانوا هو المهجم الأساسي ليهم بالضبط كانوا هدف الفريق كانوا في 35 سنة برضو بالضبط المجموعة اللعبين كلها في الخط الأمامي مارسلو برضو طبعا نجم الريال السابق نتكلم تقريبا في 36 سنة معدل أعمار هنا هم كلهم كبار الحقيقة يعني فرق صحيح ده في لعيبها 43 سنة صحيح حالس المرمى حالس المرمى 43 سنة وفليب ميلو 40 سنة برضو مارسلو 35 سنة شافير 33 مارلون 28 جوجة 25 فليب ميلو 40 سنة ديفيد براز 36 سنة باربوسا كل دول لعيبة خط الدفاع 31 سنة يعني متوسط الأعمار في خط دفاعه الناس أعتقد يعني معندها السرعات بالزبط بشكل كبير بالزبط هو كمان بيقع في يعني هيقع في يعني مشكلة كبيرة جدا قدام لها دي الأهلي لأنه بيعتمد على الضغط العالي والضغط العجسي وانت لو خرجت للأهلي لو خرجت للأهلي شكرا هو ده اللي حصل قدام تحاد جادة عالة خرة طولية عند كهرباء اللي بيجيد التمركز ويجيد الاستقبال ويجيد أنه يساعد يوصل للمرمى بشكل سهل دي سولت طبعا الوصول فريق فلومينينسي البرازيلي برضو برضو حتت يعني برضو لازم نحطها في أكيد كولر حطتها في اعتباره فكرة الأريحية أعتقد تسع تيام مرايحين ما لعبوش مطشاط أنت لعب قبل مواجهتهم مباراة صعبة قوي قبلها 48 ساعة ليه حساباتها برضو سعيد أنا شايف المرادة بالتحديد أن الأهلي وكأنه يبتدي المسلم من جديد يعني أنا شايف أن الحوافز اللي عند اللعيبة هتعوض أي فكرة قصور بدني محتمل فأنا شايف أن أنا معينيش أي قلق تماما من فكرة القصور البدني ده ممكن يحصل في المبرانة نهاية يعني ممكن بعد ما نصل ليحنا نوصل مبرانة نهاية وبعد كام يعني محدش هيسأل يعني أي كانت النتيجة بس يعني فكرة بص يعني عشان يبقى منطقين واقعين ما فيش حد هيتطلب منك قدام السيتي رغم على فكرة يعني أنا أفكركم بحاجة مش بعيدة قوي إحنا لما لعبنا بلجيكا والدية قبل كاس العالم وبلجيكا كانت مرشحة للحصول على اللقب في الوقت ده لعبنا كمنتخب مصر لعبنا جيم كويس جدا وكسبنا بلجيكا في بطول كاس العالم نفسها حاج كان يتوقع أن السعودية تكسب الأرجنتين ولا أن اليابان تكسب ألمانيا ولا أن تونس تكسب فرنسا ولا أن كابيرو تكسب برزيلي ولا أن الجيرون تبقى بتنافس في حاجات كده ملهاش قياسات وملهاش حسابات صحيح طبعا ده موجود في الكرة طول الوقت بس أنت فكرة أن أنت تصل للنهائي في حد ذاته طبعا أعتقد ده إنجاز ده أهم يعني بتعلي ده الهدف للفريق بيسعى لي حتى لو مرحلية وقواس جدا أن أنت وانت رايح بتقابل اتحاد جدا وشايف قدامك باطل لبرتدورس في المرحلة التالية انت حاطت الهدف ده فده بيحكس مدى سقف الطموح اللي ارتفع في الوقت اللي الناس بتشكك في الفريق وفي المدير الفني لأ الناس المجموعة والمنظومة شغالة وعارفة أنها رايحة الهدف أعلى وأكبر من الإنجازات اللي تحققت في الماضي فأعتقد أن ده هو العامل الأساسي في اللي بيحصل النهاردة والعامل الأساسي اللي يخلينا نصق ونؤمن في أن فريقنا إن شاء الله ندل أهلي قادر على تجاوز في لومينزي من كلامك إجمالا حاسس أنك بتقول أن السيناريو اللي واجه به مارسل كولر فريق اتحاد جدا هو السيناريو الأفضل أو الأمثل لمواجهة في لومينزي بالضبط احنا بنروح لفكرة التوازن في اللعب ما تسيبش الكورة بشكل كامل وتستسلم وترجع ولا تندفع وتغامر وتتقدم بشكل كبير وتترك مساحات فأشوف أن فلسفة كولر الأيمة على التوازن اللي هي هتنتظر المنافس عشان يطلع لي وأعتقد أن في لومينزي هيقع في نفس الخطأ لأنه ما عندهوش خيارات تانية غير أنه يتقدم وأنه يمارس نفس فلسفته وهو الراجل عاشق لفلسفة اللعب الأيمة على الضغط العالي والضغط العكسي فأعتقد إن شاء الله يعني هيترك لنا مساحات ونقدر من خلالها نخلق التفوق على خطة فأ يعني بيعيبه البط الشديد جدا جدا الالتحامات البيدانية أعتقد أنها تبقى في صلحنا سرعاتنا في التلت الأخير أعتقد أنها تبقى في صلحنا أدوار لعبة الوسطة اللي بتعمل التكملة أيضا هتبقى في صلحنا لأن أنا بشوف أندريا دايما بيبقى لوحده بيتقدم جنزو مارتينيلي بيسبوه طول الوقت بمتقدمين اللي هما المحاور الوسط بيتقدموا للتلت الأخير فبيبقى أندريا حواليه مساحات كتير اللي هو لعب الارتكاس حواليه مساحات كتير يقدر إمام عشور يقدم واحدة تانية من أهم مبارياته ويقدر يقول من تاني أنه صفقة عظيمة جدا جدا فرصة بتتاح ليه كل يوم فشايف هنا المناطق اللي احنا نقدر من خلالها نصنع التفوق إن احنا نلعب بشكل متوازن وفيش لعيب جي النادي الأهلي ومع دخوله من بوابة النادي ما جاتلوش الفرصة إنه يصنع المكتب يعني بالمناسبة على فكرة احنا أنا طبعا في السياق ده شت بحسين الشحات لكن خلينا أقولكم دي العقلية بقى يعني دي العقلية حسين الشحات دخل التاريخ من أوسع بوابه وشاركة الشحات مبارح وصلته للمباراة رقم 13 أكبر عدد مشاركات للاعب في بطولة كاس العام الأندية بقى مسجل باسم حسين الشحات تسوى كام يعني تعالي نحسبها بقى وانت رجيبها تسوى كام إنك في أهم بطولة على مستوى الأندية أو خليني عشان أكون منطقي تاني أهم بطولة على مستوى الأندية أنا بعتبر شامبيونز ليج هي نمرة واحد على مستوى الأندية في العالم كله لكن لما تكلم على كاس القرات تكلم على حلم بإحلامه ملايين اللاعبين في العالم لمجرد المشاركة إنك إنت تلعب أو تشارك في بطولة القرات فما بالك إنك تكون صاحب الرصيد الأعلى ومازال في الحلم بقية لأنه لقى قدامه إن شاء الله على أقل مطشين كمان صحيح هو رقم عظيم جدا لأننا بشوف الرقم الأعظم إن حسين الشحات فيعادل محمد أبو تريكا سجل أربع عداف وإنت عندك فرصة أخرى لزيادة الرصيد إنك تتخطى محمد أبو تريكا فأعتقد إن أي لاعب يستطيع أن تتخطى محمد أبو تريكا لو طلع بعدها قال يا جماعة أنا أعتزلت وبطلت كورة شكرا جزيلا هو مش محتاج أي شيء تاني علشان يخلت في الزاكرة ويخلت عن لا ممكن يبقى محتاج مع منتخب بقى مش مع النادي هو فكرة تخطي تريكا في حد ذاتها يعني هي أنا شخصيا بشوفها لا هي هي مفيش حالة تانية تتقارن بيها فكرة إن أنت يقال عنك الرجل الذي قصر رقم محمد أبو تريكا فدي كافي أخذ بالك أنت توقيت البطولة دي قبل أقل من شهر من أمه وأفريقي صحيح فاللي عمله الأهلي مع الاتحاد واللي إن شاء الله بإذن الله قادر بإذن الله إن شاء الله يكرره قدام في اليوم من ننزي درس درس كبير جدا لمنتخبنا الوطني باللي نقدر نعمله في المصريين كده المصريين بل همش كتالون لما بنشحن البطاريات ونطلع الجوانا جينات يا جماعة بتدوب كل الفوارق محطش تكلمني بقى على لعيبة بتلعب في الريال ولعيبة بتلعب في بي أجي ولعيبة بتلعب في باي ميونيخ ولعيبة بتلعب فين وفين وفين الفوارق كلها بتدوب وده ظهر عمل يمبرح قدام الاتحاد في الملعب صحيح أنا دايماً ببقى ضد فكرة التقليل من اللعب المصري أو منتخب مصر كنت ضد نغمة كيروش إنه طول الوقت بيصدر لنا هي دي إمكانياتكم وهي دي لعبتكم بعيداً عن إن فعلاً في الفترة الأخيرة حصل أو فيه مشاكل في إدارة القرى المصرية بشكل عام وأثرت بشكل سلبي على إنتاج المواهب وفيه مشاكل كتير جداً نقدر نتكلم عنها في وقت كتير إنما ضد تماماً نغمة أصل اللعب اللي في الدور المصري أقل من اللعب اللي بلعب في أي دوريات أوروبية لأن خلينا نقول إن أي منتخب أفريقي لا يمتلك 11 لاعب بيلعبوا في أندية قمة مثلاً في الدورة الإنجليزية أو الدورة الأسبانية لا بيبقى فيه 2-3 بيلعبوا في أندية قمة والبقية بتلعب في دوريات أقل برتغالي فرنسي وأنا بشوف الأهلي والزمالك حالة حالة لا تقل أبداً أبداً عن كل الدوريات اللي احنا متكلم عنها سواء برتغالي أو فرنسي أو لما تلعب في مركز 12 في فرنسا أو مركز 13 في البرتغال فأنت مش أحسن من الأهلي والزمالك فأنا طول الوقت تقول إن اللعب اللي يستطيع أن يتحمل ضغوط وجماهرية الأهلي والزمالك هو صاحب شخصية قوى جداً قادرة ومع كامل احترامي اللعب اللي أنت بتتكلم عليه بيلعب في الدوري الفرنسي أو الدوري أسباني في أندية منتصف جدول ولا يتعرض للضغوط اللي بيتعرض لها لاعب في فريق جماهري كبير يعني أنا بشوف إن القادر على تجاوز الضغوط الجماهرية معناه دي زي الأهلي بالتحديد فده لاعب يقدر يتجاوز أي نوع ومثال ده بالتحديد محمد الشناوي لما نجي نتكلم عنه لما مر مرحلة فراغ زي أي لاعب إيه إحساسك وانت واقف تحت الجول واللي هيسدد عليك هو كريم بن زيمة يعني يا جماعة الحالة دي احنا بنتفرج عليها في تلفزيون عادي وبنفرح وهيصدى لما الشناوي يتقلق وصدر ركلة الجزاء لكن الجول كيبر في موقف زي ده ووقف قدام أفضل لعيف العالم نجم ريال مدريد حق كل الألقاب والبطولات لحظة محتاجة ثبات فعالي ومحتاجة قوت شخصية ومحتاجة ثقة بالنفس ما تجيش إلا ما تبقى جول كيبر عظيم صحيح خليلي أقول لك أن والد كابتل محمد الشناوي كان لنا مع حوار بعد المدش مبارح في موقعنا موقع تلجالة في مصر إن شاء الله لنطلق خلال ساعات قال أن أنا وأنا بتفرج علي ربط الجزاء قلبي وقاح يعني أنا أنا كنت بكلم ربنا الساعة ونص عدوا علي وكانهم عشر ساعات يعني لما تشوف الرجل بيوصف وبيوصف أسرته بتتابع المجرس زي لكن عنده ثقة دايما زينا جميعا في قدرة محمد الشناوي إنه رجل المواقف الصعبة وأنا يعني ده ده نقطة دايما بتخلينا نشوف محمد الشناوي بالنسبة لي له أفضلية عن كل حراس مرمى من أنا فرقت عليهم في الكرة المصرية منذ أو من من الوقت اللي بدأ فيه مشوار مع منتخم مصر لما دخل غرفة لا عامل غرفة الملابس عليه بيقول له هتلبس إيه قدام البرتغال فيقول له وهو بتفرجح تليفون شوف الحضري أو الشناوي أحمد الشناوي أنا مش هلعب ما عمدوش يعني ما عمدوش تصور واحد منه هيلعب لكن لما تقلوا إنه هتلعب شوفت عامل إيه قدام البرتغال محمد الشناوي هو فعلا الرجل اللي بيدرك بيه المثل اللي يقول لك لو أنت تقدر تهد الجبل ده هيقول لك آه ههده وبعدها يفجأك في نقاط واضحة ومحددة من وجهة نظرك سعيد مفاتيح فوز الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم يوم لاثنين أولا الصبر الصبر إنه إحنا ما يبقاش نشوة الانتصار على اتحاد جدد بتخليك متحفز بشكل مبالغ فيه وبالتالي يؤدي للاندفاع أو يعيدك لنقطة قلة التركيز اللي كانت أو اللي أنت كنت بتعاني منها قبل كأس العالم لأن ديها رقم واحد رقم اثنين القراءة مارسر كولر اللي أنا أعيد للمرة التالتة أصل فيها جدا 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 لنقاط قوة الخصم وإنه إزاي يفسد هذه النقاط وبشوف التركيز قدام المرمى زي ما كان حاصل من حسين الشحات وقهرباء وإمام عشور وأتوقع إن شاء الله إن القهرباء هيكافأ على المبرارة العظيمة اللي لعابها وهيكون نجم المبرارة وإن شاء الله هيسجل هدفه تنيه إن شاء الله من حقك تفرح من حقك تكون فخور إنك بتشجع ندي القرن سيد أسياد الكرة العربية والإفريقية إلى أن يجد جديد وعشان يجد جديد إحنا مستنين مئة سنة كمان جاية نتمنى كل التوفيق ومازال الحلم قائما وبإذن الله النسخة دي يروح فيها الأهلي أو يحقق فيها الأهلي أفضل وأبعد مما حقق من ثمان مشاركات سابقة بشكر سعيد علي على وجوده معايا مبروك مرة تانية تفلت إزاي بالجولة التالت؟ لأ جونة تالت فت خلصت أشبعت ألف مبروك ليك وألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله نتكرر الفرحة مرة تانية قدام في لوميننزي يوم الاثنين اللي جاي بشكركم على المتابعة وتحياتي لكم